القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبح أصبحنا تقدم اللهم بك أصبح أصبحنا في فقرة التعليم التي تكون معنا كل سبت أيها الإخوة يصرنا يكون معنا الآن الأستاذ فواز علي حنتولو معلم مادة الرياضيات الابتدائي بمدرسة عبدالله بن عنيس بالرياض أستاذ فواز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير أستاذ فواز صباح النور صعد الله صباحكم صباح السادة المستمعين والمستمعات أعيكم الله أستاذ فواز طبعا أنتم معلم مادة الرياضيات وأنا أزعو من لكثير من الطلاب خاصة حينما يشكل عليهم شيء في مادة الرياضيات ويجدون فيها شيء من الصعوبة يتساؤلنا دائما أصلا ما أهمية مادة الرياضيات وش أهميتها بالنسبة للطلاب أستاذ فواز والله بالنسبة لمادة الرياضيات أنها مادة ملموسة لدى الحياة وبالإضافة لأنها تتعلق بأمور الحياة كلها لأنها مرتبطة بدراسة الحساب والهندسة كذلك الجبر وبرضة بالإضافة إلى الأعداد وأنماطها فهي مرتبطة حتى ببعض المواد الدراسية نعم يعني هي ليست متخصصة لفئة معينة كمهندسين أو متخصصين في فن معين وإنما هي تهم كافة شراح المجتمع بالضبط يعني هي تهم بجميع حتى المعارف والأشياء المهمة لدى فئة المجتمع طيب فعلا هي فيها صعوبة ما يعني أبرز وسائل تعلمها يا أستاذ فواز والله بالنسبة هي مادة يعني يتهيئ دائما لدى الطالب أنها مادة صعبة ودائما يحاكي نفسه على أنها مادة صعبة وهذا السبب أنه محاكاة للعقل الباطن لدى الطالب على أنها مادة صعبة لذلك نحاكنا نبسطها ونسهلها لك الطالب بحيث أنها تكون مادة سهلة وثلثة فنحاول أننا نتكر بعض الوسائل التحفيزية لدى الطلاب على سبيل المثال يعني خاصة الجزء للضرب حفظة الجزء للضرب فعني نطلب من بعض الطلاب أنهم يحفظونها لأساسياتها في المادة فوضعنا بعض الوسائل التحفيزية مثلا وضع بعض الألعاب أو الجوائز لدى الطالب في مرأة أمامه في الفصل بحيث أن الطالب يتحفز ويتشجأ على أن يكون حافظ لهذا الجدل بالإضافة توزيع بعض البطاقات تحفيزية لدى الطالب بحيث أن الطالب إذا حصل على بطاقة يستطيع أن يلعب في الصالة الرياضية وهذه بعض الوسائل إذن أهم وسيله أولى الوسائل هي أن يقتنع الطالب بأن المادة ليست صعبة وإنما يمكن تعلمها بسهولة لكن ربما تحتاج إلى إرادة نعم بالفعل هذه النقطة التي نعاني منها بالنسبة لمادة الرياضية أن فكر الطالب أن مادة الرياضية مادة صعبة وهذا شيء نحاول أن نغيره حتى تغير لدى الطالب بشيء أفضل تريد أن تختم هذه المداخلة بشيء يستطيع أن الطالب أن يستوعبها كذلك برضي ممكن نصيحة لولي الأمر بحيث أن المدرسة تحتاج إلى البيت لأن البيت هو مكمل للمدرسة من حيث التعليم لأن الطالب لا بد أن يكون في حرص من ولي أمره حتى يستطيع أن يكون في مادة الرياضيات بتفوق إذن أن نشكر لك شكرا جزيلا نستاذ فواز علي حانتور معلم مادة الرياضيات الابتدائي بمدرسة عبد الله بن أنيس بالرياض شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا اللهم بك أصبح أصبحنا